وشهدينا الثامنة صباحاً وعدنا مع موجز لهم الأنباء مع هيلة الحملوية تفضلي هيلة شكراً جمانا الثامنة صباحاً بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي نارشكن تناول الاجتماع تطورات الأوضاع الإقليمية وعلى رأسها سبل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط في ظل الأزمة في قطاع غزة وما تشهده المنطقة من تصعيد للتوتر الإقليمي وخلال اللقاء تم التأكيد على رؤية مصر بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كافية باعتبار ذلك الخطوة الأساسية لنزعفة للتوتر الإقليمي مع التشديد على أهمية التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية ذكرت وكالة رويترز نقلا عن مصدر ديبلوماسي تركي أن وزير الخارجية سامح شكري سيقوم بزيارة إلى تركيا خلال أيام وأضافت رويترز عن المصدر أن وزير الخارجية سيبحث التطورات في الشرق الأوسط والأوضاع في غزة مع نظيره التركي حاكان فدان خلال الزيارة كما أضاف المصدر أن الوزيرين سيقيمان أيضا أحدث التطورات المتعلقة بالمفاوضات الرامية لوقف إطلاق النار في غزة وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف على مناطق متفرقة بقطاع غزة وأوضحت مصادر فلسطينية أن قصفا استهدف منزلا بمخيم وسط مدينة رفح ما أسفر عن شهداء ومصابين كما استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مسجد أبو بكر الصديق في حي الصبرة جنوب مدينة غزة من جانبها أعلنت فصائل فلسطينية أنها تمكنت من قنص جندي إسرائيلي في بيت حنون شمالي قطاع غزة من جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة أحد جنود وحدة النخبة في سلاح الجوي بجروح خطيرة في اشتباكات شمال قطاع غزة أعلنت الأمم المتحدة أنها ستوجه اليوم نداء لجمع 2.8 مليار دولار بهدف مساعدة السكان الفلسطينيين في غزة وضفة الغربية المحتلة خلال العام الحالي وأعلن أندريا ديدوانيكو منصق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية أن 90% من المبلغ مخصص لغزة موضحا أن الخطة الإنسانية للعام الحالي قدرت بداية بأربعة مليارات دولار لكنها خفضت إلى 2.8 من 10 مليار دولار بسبب صعوبة إيصال المساعدات الإنسانية قال الاتحاد الأوروبي إنه يشعر بقلق بالغ إذا أتظهر الوضع في الضفة الغربية المحتلة وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان له أن استمرار عنف المستوطنين الإسرائيليين وترهيبهم وتدمير المنازل والممتلكات للفلسطينيين أمر غير مقبول داعيا إسرائيل القوى القائمة بالاحتلال إلى تكثيف الجهود لمنع تكرار عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين وضمان محاسبة مرتكبي تلك الجرائم قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفن إن بلاده ستفرض عقوبات على برنامج الصواريخ والطائرات المسيرة الإيراني وعرب سوليفن عن توقعه بأن يفرض حلفاء واشنطن عقوبات أيضا على إيران وأكد سوليفن أن الولايات المتحدة ستواصل تعزيز تكامل أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي والإنذار المبكر في الشرق الأوسط لتقويد فاعلية قدرات الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية أرجاء مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي ثالث اجتماعاته المتعلقة باتخاذ قرار الرد على أول هجوم مباشر تشنه إيران على إسرائيل من جانبه قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي إن إطلاق هذا العدل الكبير من صواريخ كروز والطائرات المسيرة على الأراضي الإسرائيلية سيقابلوا برد انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل